السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحمة بكم أعزائي الله بالصف الثاني العاداتي هنكمل الحيطة في مادة الرياضيات وبالأقص في الجبر وهناخد الدرس الثاني واللي بيتكلم عن تحليل المقدار السلاسي المربع الكامل لكن في البداية تعاني حل السؤال الختامي بتاع الدرس اللي فات واللي كان بيقول حلل المقدار الآتي سبع سين قس تلاتة زائد حداشر سين تربيع نقص ستة سين زي ما انت شايف المقدار دوت فيه عامل مشترك اللي هو مين طبعا؟ اللي هو السين لأن السين تكرره في كل حد من حدود المقدار وبالتالي أول حاجة عملها هيخد سين عامل مشترك طيب لما ناخد سين عامل مشترك ايه المقدار اللي هيبقى لنا؟ هيبقى لنا المقدار سبع سين تربيع زائد حداشر سين ناقص ستة جيم نين دوت؟ أسمنا كل حد من حدود المقدار على السين فلما نيجي نقسم سبع سين قس تلاتة على السين هتديني سبع سين تربيع ولما نقسم حداشر سين تربيع على سين سيديني سالب 6 كلام جميل قوي المجدار السلاسي دا دلوقتي اللي هو 7 سين تربيع زائد 11 سين نقص 6 دا طبعا زي ما اتفقنا مرة اللي فاتت عبارة عم مجدار سلاسي غير بسيط ليه؟ علشان معامل السين تربيع هنا بسبعة طيب كنا بنحلله ازاي داوت؟ كنا بنحلله عن طريق محاولة وخطأ اول حاجة بنعملها كنا بنعمل خطين متقطعين بالشكل داوت وبعدين السبعة سين تربيع دي نحللها لحاصل ضرب عاملين ولياكم مثلا سبعة سين وسين لان سبعة سين في سين هي بسبعة سين تربيع طيب كلام جميل قوي كنا بنجي في الطرف الثاني وبنحلل العدد سالب ستة كام في كام يضييني سالب ستة؟، ولياكم مثلا سالب ثلاثة في موجة بالاثنين وبعدين كنا بنبدأ بعملية الضرب التبادلي يعني بنضرب سبعة سين فبتديني 14 سين وبعدين اضرب سالب ثلاثة في سين فهتديني سالب ثلاثة سين وبعدين ال Business 40 و السالب ثلاثة سين دول Bug was to open withzem with debat فلما جمع 14 سين مع سالب 3 سين هيديني موجب 11 سين وهو ده الحد الأوسط اللي أنا عايزه وبالتالي المحاولة بتاعتي دي صحيحة وهيكون سين في 7 سين نقص 3 في سين زي 2 هو ناتج تحليل المجدار الأصلي طيب تعالى بقى نبتدي في درسنا ولكن نراجع لأول حاجة كنا اخدناها قبل كده اسمها المربع الكامل الحقيقة المربع الكامل دوت هو العدد أو الحد اللي بنقدر نرفعه لقص 2 أو نقدر نجيب له جزر تربيعي زي مثلا الستة وتلاتين الستة وتلاتين هي ممكن نكتبها ستة في ستة وبالتالي طالما الستة تكرارت مرتين يبقى نكتبها ستة تربيع وطالما عارفنا نكتبها في سورة ستة أس تنين يبقى الستة وتلاتين دي هي عبارة عن مربع كامل طيب الواحد تمانين برضه هو عدد مربع كامل ليه؟ لأن الواحد تمانين لها جزر تربيعي وبالتالي نقدر نكتبها في سورة تسعة في تسعة أو حتى سالب تسعة في سالب تسعة وطالما هي سالب 9 دلوقتي يبقى نقدر نكتبها في سورة سالب 9 كل قص 2 وطالما عرفنا نحطها في سورة عدد قص 2 يبقى العدد دوت هو كان مربع كامل بنفس الطريقة مع السين تربيع السين تربيع دي هي مربع كامل مش لازم يبقى عدد بس أي حد نقدر نجيب له الجزر تربيعي فالسين تربيع هي سين في سين وبالتالي يبقى السين تربيع هي مربع كامل الصاد قص 4 هي كذلك مربع كامل لأننا هنقدر نكتبها في سورك صاد قص 2 في صاد قص 2 طيب تعال بقى دلوقتي وليك من خلال أمثلة إزاي بنقدر نحلل المقدار السلاسي في سورة مربع كامل مبدأنا هديك مقدار سلاسي بسيط زي اللي حللناه قبل كبه وليكن مثلاً سين تربيع زائد 10 سين زائد 25 كنا بنحلله إزاي دوات كنا بنفتح قصين ونكتب سين في الكوس الأولاني والسين التانية في بداية الكوس التاني وبنبدأ نفكر عن عددين حاصل ضربهم 25 ولما جاء أجمعهم يدوني 10 اللي هي الحد الأوسط كام في كام يديني 25 خمسة في 5 والخمسة والخمسة لما جاء أجمعهم يدوني 10 اللي هو الحد الأوسط وبالتالي بقى هم دول عدين المطلوبين بالنسبالي فكنت بكتب موجب 5 جنب السين في الكوس الأولاني وموجب 5 جنب السين التانية في الكوس التاني ولو أنت ملاحظ دلوقتي أن المقدار الأولاني هو عبارة عن سين زائد 5 والمجدار الثاني هو عبارة برضو عن سين زائد خمسة فطالما المجدارين دول شبه بعض أنا أقدر أكتب المجدار مرة واحدة بس وأرفعه القصة الثانية وبالتالي يبقى تحليل المجدار ده كله هو عبارة عن سين زائد خمسة الكل تربيع وهو ده اللي بنسميه بالمجدار السلاسي المربع الكامل طيب تعال أوريك مثال دلوقتي من خلاله إزاي بنقدر نحلل المقادير السلاسية في سورة مربع كامل النقطة الأولانية بيقول لي حلل المجدار سين تربيع زائد 12 سين زائد 36 طيب المجدار دوت أنا هبدأ أحلله بالطريقة العادية بتاعتنا لحد ما نتعود ونشوف إزاي بنحلله بسرعة على طول في سورة مربع كامل بنحلله إزاي بطريقة العادية بنفتح كسين بالشكل دوت والسين تربيع حللها سين في سين فهكتب سين في بداية الكس الأولاني والسين التاني هكتبه في بداية الكس التاني ومطلوب مني دلوقتي أدور عن عددين حصل ضربهم 36 ولما جمعهم يطلعوا موجب 12 فكر معايا كده كام في كام يديني 36 بالضبط زي ما أنت بتقول دلوقتي 6 في 6 في 36 طب جمعهم كده تلعوا كام تلعوا فعلا 12 اللي هو الحد الأوسط وبالتالي يبقى هم دول العددين المطلوبين بالنسبة لي فكتب موجب 6 جنب السين في الكس الأولاني وموجب 6 التانية برضو أكتبها جنب السين ولكن في الكس التاني وزي ما أنت شفت دلوقتي إن المجدارين دول هم متقررين سين زائل 6 وسين زائل 6 فأنا هكتبها مرة واحدة وأفعها للقس 2 وبالتالي يبقى سین زائل 6 لكل أس اثنين هو ناتج التحليل في صورة مربعة كامل يلا بينا دلوقتي نشوف مثال كمان على التحليل المجدار السلاسي في صورة مربعة كامل المجدار الثالثة عبارة عن سين تربيع ناقص ستة زائل 9 المرأة التي أنا عريز أحلل المجدار على طول في صورة مربعة كامل المربع الكامل ده بنقدر نعرفو ازاي على طول ونفرع ما بينه ما بين المقادير ديت والمقادير العادية طيب المجد пытrise المربع الكامل بيبقى الحد الاول هو عبارة عن مربع كامل يعني اعرف نجيب له جزر تربيعي والحد التالت أو الحد المطلق هو كمان بيبقى عبارة عن مربع كامل يعني اعرف نجيب له جزر تربيعي فانت لاحظت هانا السين تربيع هي جزرها سين و الموجب 9 هي جزرها 3 وبالتالي بقى مقدار دوت هيكون مقدار مربع كامل فبنعمل ايه؟ كله هعمله هفتح كوس واحد هكتب سين في بداية الكوس و 3 في نهاية الكوس طيب والاشارة هتكون عاملة ازاي؟ الاشارة بتكون عبارة عن اشارة الحد الاوسط الحد الاوسط عندي هنا هو سالب 6 سين وبالتالي يبقى الاشارة بتاعتي هتكون عبارة عن اشارة سالبة لو كانت موجب 6 سين فالاشارة بتاعتي كانت تكون عبارة عن اشارة موجبة بما ان هنا اشارة سالبة يبقى هكتب إشارة سالبة ما بين السين والثلاثة وهيكون المجدار سين نقص ثلاثة كل قصة 2 هو ناتج تحليل المجدار بتاعي طيب تعالوا نبدأ نشوف النقطة الثالثة واللي هي 4 سين تربيع زائد 4 سين زائد 1 هل تفتكر المجدار اللي قدامك دوت هو مجدار ثلاثي مربع كامل؟ الحقيقة هو أي مجدار ثلاثي مربع كامل ليه؟ لأن الحد الأولاني هو عبارة عن مربع كامل 4 سين تربيع دي نقدر نكتبها في صورة 2 سين في 2 سين والواحد دي هي مربع كامل، ليه؟ عشان الواحد دي هي عبارة عن 1 في 1 طيب بقول اللي هنعمله هنا هنفتح كوس 1 بس والاربعة سين تربيع دي نجيب جزرها التربيعي واللي هو 2 سين طيب والواحد ده هو كمان نجيب جزره التربيعي واللي هو 1 طيب كلام جميل قوي إشارة الحد الأوسط عندك هنا هي إيه؟ إشارة موجبة وبالتالي بقى الإشارة اللي هتكون ما بين الاتنين سين والواحد هي إشارة موجبة وهيكون المجدار 2 سين زائد 1 الكل قس 2 هو ناتج تحليل المجدار السلاسي ده دي تعال نشوف برضو نقطة رابعة عن تحليل المجدار السلاسي المربع الكامل النقطة الرابعة هي عبارة عن 25 سين قس 3 ناقص 40 سين تربيع زائد 16 سين أنا عايزك تبدأ تحول معايا تحل المسألة دي أنا سمعك بتقولي يا أستاذ فيه هنا سين عامل مشترك ده كلام مزبوط يبقى أنا لازم أخذ العامل المشترك ده الأول فلما أجي أخذ عامل مشترك هيبقى لي 25 سين تربيع ناقص 40 سين زائد 16 كويس أول حد الوقت المجدار السلاسي ده دي هل هو مجدار السلاسي مربع كامل وعلى نحله بنفس الطرق العادية تقبل كده أنا سمعت بتقولي مجدار سلاسي مربع كامل يا أستاذ لإن 25 سين تربيع هو مربع كامل لها جزر تربيعي والسطاشر هي كمان مربع كامل لإنها ليها جزر تربيع يبقى كل سنعمله هنا نفتح كوس واحد بس وال25 سين تربيع نجيب جزرج تربيعي واللي هو كام أيها ما زبوط 5 سين ويق 16 هي كمان نجيد جزرانة تربيع اللي هي كام اللي هي 4 لأن 4 في 4 ب 16 فهنكتب 5 سين في بداية الكوس وأربعة في نهاية الكوس أنا عايزك أنت تقولي دلوقتي الإشارة اللي عن قطتها هتبقى موجبة ولا سالبة؟ موجبة؟ لا مش موجبة طبعا هتبقى إشارة سالبة لأن الحد الأوسط هنا هو سالب 40 يبقى حط إشارة سالبة ما بين 5 سين والأربعة وبالتالي بقناتج تحليل المجدار ده كله هو عبارة عن سين في المجدار 5 سين نقص 4 لكل قص 2 وزي ما احنا شوفنا دلوقتي طريقة بسيطة جدا نقدر نحلل بها المجدار السلاسي المربع الكامل تعالوا نشوف آخر جزئية في الدرس وهي إزاي نقدر نجيب الحدود النقصة في المجدار السلاسي المربع الكامل عندنا شوية قوانين كده لازم نبقى عارفينها لو الحد الأول ما كانش موجود نعمل إيه ونجيبه إزاي الحد الثالث لو ما كانش موجود برضو نجيبه إزاي والحد الأوسط واللي هو الحد الثاني لو ما كانش موجود بنجيبه إزاي الحد الأول بنجيبه عن طريق مربع الحد الثاني على أربعة في الحد الثالث أما الحد الثالث لو كنت عايز أجيبه فإحنا كنا بنقسم مربع الحد الثاني على أربعة في الحد الأول بنعوض عن الحد الثاني وبنعوض عن الحد الأول ونحسب ونشوف هي طلع كامل أما بالنسبة للحد الأوسط أو الحد الثاني فده بيكون عبارة عن موجب أو سالب اتنين في الجزر بتاع الحد الأول في الجزر بتاع الحد الثالث طيب تعال نطبق القوانين ديت على الأمثال اللي جاي المثال التاني بيقول أكمل الحد الناقص في كل مما يأتي علشان يكون مجدار سلاسي مربع كامل المجدار الأولاني 25 سين تربيع زائد كام زائد 49 زي ما أنت ملاحظ هنا أن الحد الناقص هو الحد الثاني لأن الحد الأول موجود هو 25 سين تربيع والحد الثالث هو موجود اللي هو بموجب 49 يبا إحنا محتاجين هنا الحد الأوسط أو الحد الثاني القانون بتاعه عبارة عن موجب أو سالب 2 في جزر الحد الأول في جزر الحد الثالث تعال نبدأ نعوض عن الحاجات ديت يعني معنا كده نقدر نقول الحد الأوسط هيكون عبارة عن موجب أو سالب 2 في جزر الحد الأول اللي هو 25 سين تربيع في جزر الحد الثالث اللي هو هنا كام 49 ابدأ أنت بقى معايا دلوقتي هاتي الجزور بتاعت الأعداد ديت هنكتب موجب أو سالب 2 عادي 25 سين تربيع جزرها 50 تمام التسعة واربعين جزرها سبعة كلام جميل هنبدأ نضرب التلات عوامل دول في بعض يعني هضرب اتنين في خمسة سين في سبعة فهتديني في أبسط صورة سبعين سين وبالتالي يبقى الحد الأوسط هنا أخذ بالك موجب أو سالب سبعين سين نيجي بقى للنقطة التانية واللي هي عبارة عن تسعة واربعين سات تربيع ناقص 28 سات زائد كام طبعا الحد الناقص هنا هو الحد التالت طيب فاكر ايه هو القانون بتاعه القانون بتاع الحد التالت كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن مربع الحد التاني على أربعة في الحد الأول هنبدأ بقى دلوقتي نعود عن الحد التاني ونعود كمان عن الحد الأول الحد التاني اللي هو مين هنا؟ اللي هو سالب 28 سات خبالك من الإشارات أما بالنسبة للحد الأول اللي هو عبارة عن تسعة واربعين سات تربيع طيب لما نيجي نعود نحصل على ايه؟ هنحصل على سالب 28 سات كل قصة اتنين على أربعة مضروبة فيه تسعة واربعين سات تربيع وبالتبسيط أكتر وبحل المسألة دية هنحصل على إن الحد الثالث بيساوي أربعة وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني في الجبرو اللي كان بيتكلم عن تحليل المقدار السلاسي في صورة مربع كامل تعالوا في تكر أهم النقاط اللي تكلمنا عنها أول حاجة تكلمنا عن تحليل المقدار السلاسي المربع كامل إن الحد الأول بيبعباره عن مربع كامل موجب والحد الثالث هو كمان مربع كامل موجب يعني قدر نجيب له جزر تربيعي طيب كنا بنحلله كنا بنفتح قص 1 مرفوع لقص 2 وبنكتب في الحد الأولاني الجزر التربيعي بتاع الحد الأول وبنكتب في الحد الثاني هو الجزر التربيعي بتاع الحد الثالث والإشارة اللي ما بينهم بتكون موجب أو سالب على حسب إشارة الحد الأوسط أما بالنسبة للقوانين بتاعتنا لو كان عندنا حد ناقص علشان يخلي المقدار مربع كامل فالحد الأول كنا بنجيبه عن طريق مربع الحد الثاني على أربعة في الحد الثالث أما لو كنا عايزين نجيب الحد الثالث فإحنا بنعكس بتبقى عبارة عن مربع الحد الثاني على أربعة في الحد الأول طيب بالنسبة لحد الأوسط كنا بنجيبه إزاي؟ كنا بنجيبه عن طريق حاصل ضرب موجب أو سالب اثنين في جزر الحد الأول في جزر الحد الثالث ودلوقتي جي دورك إنك تحل السؤال الختامي واللي بيقول حلل المقدار الآتي 18-24 سين زائد 8 سين تربيع هكا شكولك وقلمك وابدأ حل السؤال ده من دلوقتي ونحلوا مع بعض إن شاء الله في الدرس اللي جاي هشوفكم على خير مع السلامة لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو قبل كيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واتب سؤالك وهنجود لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الأضواء